كارل نيهاما من الحي العاشر في فينا لا مكان للعنف في دولة ديمقراطية ولا مكان للخلافة في النمسا طبعا ده كان نتاج المشاكل اللي حصلت في الحي العاشر موضوع المخدرات وموضوع الاعتداء اللي حصل بين الشيشاني والسوري وكانت طبعا المنطقة دي علنت انها منطقة خالية من السلاح او منزوعة السلاح المنطقة داخل الحي العاشر وانتهز الفرصة طبعا كارل نيهاما كموضوع طبعا من الدعاء الانتخابية الانتخابات الاتحاد الاوروبي ان هو بيقر بعدم موجود اي شكل من اشكال العنف في دولة ديمقراطية زي النمسا ويمكن كنا موضوع الخلافة ده على غرار الصيحات اللي انطلقت في المانيا بالمطالبة بالخلافة الاسلامية وطلع برضو على اثرها الاستاذ الدكتور اصلان واتكلم عن الموضوع وقال لا خلافة ما تخافوش هنا شايف انت تحرك نيهاما ده هل داي ممكن يضيف اي نوع من الامان للشارع النمساوي ابدا ابدا بصراحة يعني مين طلب بالخلافة وانا مين جاب سيرة الخلافة بالنمسا على اي اساس هذا الكلام يعني بصراحة هذا الاستياد بالماء العكري يعني 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 نيهامر او السيد كارنر اللي كل يوم والتاني كل تصريح ايه تصريح لا بقول لك لا مكان للخلافة مين طلب بالخلافة يا سيدا مين اللي عم يحكي بهذا الامر مين عم يفكر بهذا الامر اليوم كل من يقول لك خلافة انا برأيي لا يجب ترحيله ولا يجب اعتقاله يجب اخذه الى مشفى المجانين الى مشفى المجانين حصرا لانه هذا فكر جنان فبالتالي يا سيدني هامر لماذا لماذا ترديد هذه العبارة مرارا وتكرارا يعني تضخمها بالضبط يعني ما في حدث يعني والله لو في حدث وفي شيء يا سيد الكريم من حاكم تحكوا اما هن عما يعلقوا على حدث صار في هامبورغ بالمانيا الاسبوع الفائت واللي قبله بمظاهرات او مطالبات بهذا النوع بس هذا خرافة وهذا كلام فاضي وهذا كلام يعني لا يتجاوز اكثر من اشخاص عندهم خلل نفسي عم بيطالبوا بهذه الافكار هي فييجي السيدني هامر ويقول لك لا ما كان للعنف في دولة الديمغراطية كلام جميل جدا لا وقال لك برضو من يسعى الى فرض الثقافته على البلاد عليه ان يغادر عليه ان يغادر هذا الكلام يا سيد الجميع متفق عليه من قال اننا لسنا متفقين عليه هذا الكلام الكل يوافق يعني لا احد يرضى لا احد يرضى احنا ليش يجينا على هاي البلاد لانه ببلادنا لا يوجد ديمقراطية لا يوجد تعددية لا يوجد احترام للرأي لا يوجد احترام لحرية الانسان احنا يجينا لهذه البلاد لانه من طالب بديمقراطية وطالب بتعددية نستمتع بديمقراطية باحترام الانسان أما طبعا اللي بده خلافة وخرافة لا يا أخي هذا يأخذوه زي التوب بأقرب مشفى مجانين لا يستحيل يستمعبه أكثر من مشفى مجانين هذا الشخص فبالتالي لا يجب على السيد نيهامر وزير الداخلية بصراحة العزف أيضا على هذه الإستوانة المشروخة والبالية والتي صراحة لن تفيده أنا بتصوري بكل حملته الانتخابية